انفو لايف تيفي تقدم خدمة نوعية ونادرة اخبار حية من اسرائيل في هاتفك الخلوي انفو لايف تيفي تطلعك في الهاتف على الاحداث المهمة في الشرق الاوسط الاخبار موجودة باربع لغات عربية انجليزية فرنسية والاسبانية للوصول الخدمة زوروا الموقع انفو لايف نقطة تيفي من انفو لايف تيفي مباشرة من القدس معكم فرس حامد لهم العنوين الامين العام يقول بان الانفجار التي تم في قوات الانفل في الفترة الاخيرة قامت به دولة اسرائيل ويقول بان المفاوضات بشأن جنود الاسرائيلي هناك منسق جديد وهو المنسق الالماني الذي يقوم في هذه المفاوضات اما بشأن السياسة الاسرائيلية فوزير الخارجية المصري سوف يقوم بزيارة اسرائيل هذا اليوم من اجل توطيط العلاقات ما بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية وكذلك تقوية ابو مازن في المناطق عما بما يتعلق في الاضراب الشامل الذي سوف يبدأ منذ صباح هذا اليوم والذي على ما يبدو سوف يستمر الى ايام عديدة فعمال الهيستدروت اعلن البارحة اضرابا لكن الجلسات ما زالت مستمرة بشأن ذلك لكن يجب الذكر بان المطار في اسرائيل سوف يبقى مفتوحا حتى يوم الخميس على خلفية الاضراب الشامل والقلق المستمر من القادمين الجدد الذين سوف يخدموا من فرنسا وعددهم 600 قد انتظروا ايام عديدة وكان خوفهم هو من الاضراب لكن لذلك حكومة اسرائيل قدرر تأجيل هذا الاضراب في المطار بعد مظاهرة لنشطات حماس في جامعة النجاح في نابلس قام مؤيدي فاتح بالتهجم عليهم وباطلاق النيران وادوا الى اصابة شخص باصابات بليغة وكذلك اصابة تسع اخرون باصابات طفيفة المخابرات في اسرائيل والشباكي الاسرائيلي يقول في الايام الاخيرة ويرسي رسالة واضحة للحكومة الاسرائيلية بان سوريا لرد تأهب لاي معركة هجومية ضد دولة اسرائيل وان تأهباته هي فقط تأهبات دفاعية اما بما يتعلق في البورس الاسرائيلية فالساند فيش المدير البنك الاسرائيلي في هذه الايام سوف يرفع الضرائب باسرائيل هذا سوف على ما يردو سوف يساعد رجال الاعمال في اسرائيل وكذلك المواطنين تقرير خاص من انفو لايف تيفي حول ايران واحمدين الجاد ومن يسيطر الان على ايران قابعش كنازك قايدر كان الجيش الجديد يستقبل الجنود الجدد طب توقاتكم وإلى اللقاء انفو لايف تيفي المحطة التلفزيونية الاولى في الانترنت والتي تبث باربع لغات والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث من منطقة الشرق الاوسط ومن اسرائيل انفو لايف تيفي هي المحطة التلفزيونية الاولى انفو لايف تيفي تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الاسبوع تنقل لكم الاحداث بكاملها انفو لايف تيفي